موسيقى ضربة الشمس تحدث نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس وأيضا الحرارة الشديدة لفترة طويلة مما يجعل جسم الإنسان غير قادر على تبريد نفسه من خلال التعرق من أعراض الإصابة بدربات الشمس الزيادة المفاجئة في درجة حرارة الجسم الصداع، الدوخة، فقدان الوعي وأحيانا القيء وتتوقف خطورة الحالة ومضاعفاتها على سرعة إسعاف وعلاج المصاب طبعا للمزيد ينضم إلينا في الستوديو الدكتور وجدي كمال طبيب عام دكتور وجدي كل عام أنت طيب أهلا محضر صباح الخير كيف أن الواحد يحمي نفسه من أنه يتعرض لأشعة الشمس عالية من الممكن أن تسبب إلى هذه الأعراض التي ذكرتها مهيرة سمحني بس لأشرح حاجة بسيطة هي أن درجة حرارة جسمنا نحن بنحافظ عليها نتيجة في توازن ما بين كمية الحرارة المنتجة والتخلص من الحرارة فإحنا لو زودنا إنتاج الحرارة ممكن درجة حرارة الجسم بتعلى إزاي درجة الحرارة بتزيد عن طريق مثلا لو واحد بيعمل تمرينات رياضية عنيفة تحرارة الجسم الداخلية أه فحضرتك درجة حرارة ممكن تزيد لو ما فيش تخلص سريع من الحرارة دي في نفس الوقت إحنا متخلص من الحرارة إزاي عن طريق زيادة كمية العرق زيادة كمية العرق فلو حضرتك ما فيش كمية عرق مناسبة ممكن درجة حرارة الجسم ترتفع زي ما بيحصل مثلا في درجة حرارة لو فيه نسبة رطوبة عالية فنسبة التبخر بتبقى ضعيفة وبالتالي ممكن درجة حرارة الجسم تعلى كذلك بالنسبة للناس اللي سنها كبير في السن أو صغيرين في السن القلب ما بيقدرش يضخ كميات دم كبيرة للجلد وبالتالي ممكن تخلص كمية العرق تبقى وليلة وبالتالي ممكن درجة الحرارة ترتفع طيب دكتور هي لأي مدى أن التعود يساهم أو يساعد التعود على الحرارة المرتفعة يساعد بعض الأشخاص في التحمل إزاي دي احنا دايما نسمع أخبار مثلا في أوروبا درجة الحرارة وسط 35 و 101 أصيب بضربة شمس وإجهاد حرارة أو وفاة ومأرماته خاصة في كبار السن وفاة بالضبط حضرتك لأنه التعود على مثلا التمرينات الرياضية ودرجة الحرارة عالية بتساعد الجسم على تخلص من كمية أكبر من العرق وبالتالي تخلص من كمية أعلى من الحرارة وبالتالي تحمل درجة حرارة عالية يعني الرياضيين عندهم قدرة تحمل أعلى أعلى من الشخص العادي عشان كده في ممكن حضرتك اللي بيبقى الآن على صحته بيجري مرة واحدة بس في الأسبوع فده ممكن يتعرض مشاكل من الشمس وضربات شمس أعلى من الشخص المتعود منطقتنا وأنت شايف يعني كيف الأجواء ما شاء الله يعني باريسية يعني فرغم رغم هذا تلاقي يعني الناس وإحنا منهم طالعين كأننا كأنك ضب طالع في عز الشمس وعادي وتتمشى ومورك في السليم بس أنه هذي هل تؤثر على المدى البعيد أنا أقصد؟ أنا أعتقد أنه ممكن في بعض الأحيان الممكن الناس ما تبقاش مدركة الأعراض بتاعت تأثير الشمس لأن التأثير ده بيبقى متفاوت بيبتدي ممكن مجرد طفح جلدي يكون بسبب الحرارة نتيجة انغلاق للغدد العراقية فبالتالي بيحصل بصور في الجلد الخطوة الأشد من كده ممكن يبتدي يحصل تقلصات في العبالات بعد كده يحصل حاجة اسمها الإجهاد الحراري وبعد كده صدمة حرارية فدي درجات متفاوتة ممكن حضرتك يجي نتيجة التعرض بالشمس مجرد أنه يجي له صداع يجي له دوخة بسيطة وممكن ما يكونش قادر يفسر الكلام ده دكتور متى ممكن بعيد الشر تسبب الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس متى ممكن أن تسبب أو تؤدي إلى الوفاة؟ حضرتك ضربة الشمس والإجهاد الحراري ضربة الشمس أو والهيت ستروك دي أقوى درجة من تأثير الحرارة وهنا بيكون درجة حرارة المريض بتزيد عن 41 وبيحصل أن الجلد بيفقد القدرة على التعرض بس متى تحدث هذه الحالة؟ يعني كم اتعرض للشمس المباشرة لمدة ساعة مالوش قانون لأنه بيختلف من شخص لشخص وحسب طريقة درجة رطوبة الجو وكل حاجات دي لكن احنا المريض لازم في الحالة دي يعني يوصل من أقرب مستشفى لأنه بتبقى حالة خطيرة وممكن تعرض حياته للخطر بالنسبة للأطفال؟ الأطفال بيبقوا أكثر عرضة والناس اللي سنها كبير لأن الكاميات التعرض بيبقى أقل من الشخص العادي طيب النصائح سريعة لتجنب ضربات الشمس غير طبعا أن هما يعني ما يتعرضوا للشمس المباشرة هل في نصائح أخرى؟ ممكن طبعا الاكثر من المياه والسويل المياه بالذات أحسن شيء ممكن لو واحد يتعرض لحرارة مرتفعة ممكن الحمامات الماء البارد كمادات لأن الحمام البارد ده بيبقى أمام البارد ولا الكمادات؟ ممكن الكمادات دي درجة تانية كمان لأن حمام بارد بيحصل شوية ترطب في الجلد وبالتالي بيحصل تبخر بعد كلا وبتنخفت درجة الحرارة الكمادات دي أحد وسائل الإسعاف ممكن يحصل كمادات تلج وممكن حتى الجسم كله يضغط بالتالج أو ممكن يتحط المريض جوه حمام تلج حمام تلج ماء بارد ماء بارد يعني زي نفس اللي يصيبهم حمى بالضبط كده مع نفس الفكرة لأن الحمى بتنخفض درجة الحرارة عن طريق التبخر نود أن نشهر الدكتور وجدي كمال طبيب عام موضوعنا كان عن تجنب ضربات الشمس في الصيف شكرا جزيلا لكم لك شكرا شكرا شكرا